السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن لاختبار رقم واحد على الشهر الاول صفحة 233 من كتاب الاضواء السؤال الاول اختر الاجابة الصحيح سلاسة واربعة وسبعون جزءا من ماء سلاسة ده العدد اللي هو العدد الصحيح اللي هو سلاسة سلاسة ده العدد اللي في خانة الاحاد سلاسة ده العدد اللي في خانة الاحاد اكتبه على الشمال بتاعنا واربعة وسبعون جزءا من ماء كلمة 4 74 يبقى كده 74 جزءا من إيه يعني علامة بعد كم رقم علامة بعد رقمين أدي الـ 4 70 جزءا من مائة يعني علامة بعد رقمين جزء من 10 يعني علامة بعد رقم جزء من 1000 يعني علامة بعد 3 أرقام يبقى 3 صحيح 74 جزءا من مائة يبقى الاختيار رقم واحد السؤال اللي بعده قيمة الرقم 5 في العدد أنا عندي 6 هنا قيمتها بـ 6 لأنها في خانة الأحاد الخمسة ده جزء من عشرة يعني بخمسة من عشرة خمسة من عشرة بكتبها خمسة علامة صفر خمسة من عشرة يعني خمسة علامة عشرية والصفر ده مخيان خانة الأحاد أو أقول عليه خمسة من عشرة يعني خمسة على عشرة لو موجود الاختيار ده أو الاختيار ده يبقى الخمسة ده جزء من عشرة لكن الاتنين ده جزء من مئة وهنا العلامة دي بقول عليها علامة عشرية والستة ده أحاد في خانة الأحاد بستة نشوف السؤال اللي بعده يبقى هنا الاختيار رقم اتنين السؤال رقم تلاتة عدد كسور الوحدة اول ما يقولي كلمة عدد كسور الوحدة عينك على البسط بتاع الكسر اول ما يقولك عدد كسور الوحدة يبقى انا ببص على البسط للكسر كسور الوحدة اللي بتحتاج اليها من الكسر 1 على 5 علشان اكون 4 على 5 يبقى انا هبص على مين على البسط طبعا اللي فوق اسمه البسط واللي تحت اسمه المقام يبقى عدد كسور الوحدة هبصه على البصد واخد الرقم اللي موجود في البصد اللي هو أربعة يبقى أربع كسور وحدة علشان اتكون الواحد على خمسة يعني نقول واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة أربع مرات هحتاج الاربع السؤال اللي بعده واحد على تمانية زائد سبع على تمانية أول حاجة عندي هنا لما يكون عندي المقامات واحدة باخد تمانية واحدة المقامات متوحدة جاهزة باخد منها رقم واحد ما بجمعش المقام المقام عندي انا ما بجمعش المقام انا بجمع الباست بس طيب نجمع الباست واحد وسبع هيديني تمانية لو جيت ادور في الاختيارات اللي عندي مش هتلاقي تمانية على تمانية ما تمانية على التمانية تمام ما تلاقيهاش موجودة لان هي بتديني واحد صحيح يبقى اخد الواحد الصحيح مااخدش التمانية على تمانية السؤال رقم خمسة سمانية اجزاء من عشرة سمانية اجزاء من عشرة يعني 8 جزء من 10 8 أجزاء من 10 يعني 8 أجزاء من 10 تكافئ يعني عايزة كسر زيها هي معناها 8 من 10 أو 8 على 10 تكافئ 80 جزءا من 80 جزء من إيه طيب أنا عندي هنا العلمة من 10 ممكن أقولها 8 من 10 يعني 8 على 10 هتكافئ يعني زيها بالضبط عايزة 8 دي تكون 80 عايزة 8 دي تكون 80 يبقى العشرة دي تكون إيه تكون 100 علشان اكيب كسر مكافئ هنا لو شلت الصفر من هنا مع الصفر من هنا هيبقى لي 8 على 10 هو هو نفس الكسر كده اقول عليه كسر مكافئ طيب انا عندي هنا العلامة العشرية هنا احط مثلا مكان الخانة اللي مش موجودة صفر اللي هي مكان خانة الاحد لان ده اجزاء كله يبقى ده 8 من 10 هي نفسها 80 جزء من 100 هي نفسها الكسر المكافئ لها يبقى هنا العشرة هتكافئها الايه المائة في السؤال اللي بعده صار رقم 2 اكمل ما يأتي الرقم الموجود في خانة الاجزاء من 10 في العدد 27 و 29 جزء من 100 هو هنا عايز الرقم الموجود في خانة اجزاء من الايه من 10 تعالوا هنا اللي السبع دي بقول عليها 7 في الاحد لو عايزكم اتها قول عليها ب7 العلامة دي اسمها علامة عشرية اللي اتنين ده اسمها جزء من 10 وهو ده اللي هو بيدور عليها اسمها اتنين يبقى الرقم الموجود في خانة الاجزاء من عشرة اللي هو اتنين من ايه اتنين من عشرة طيب والتسعة دي التسعة دي جزء من مائة بحط بعضها صفر وعلامة عشرية اقول عليها تسعة من مائة بصور رقم اتنين سبع اجزاء من عشرة بيساوي نقط جزء من مائة تعالى نكتب الاول السبع اجزاء من عشرة سبع من عشرة يعني سبع علامة صفر سبع من عشرة او سبع العشرة دي هي دي سبع العشرة بشيل عشرة وحط علامة بعد رقم لان ده جزء من عشر هيساوي كم جزء من مأة عايزة احط علامة بعد ايه جزء من مأة يعني علامة بعد رقمين عايزة احط علامة بعد رقمين طيب انا عايزة خلي دي شكل دي بالزبط دي جزء من عشرة دي جزء من عشرة انا عايزة دي جزء من مأة ايو بحط صفر فين هنا ليه بقى ده انا عندي سبعين الاصفار في خانة الاجزاء ما بتغيرش في الرقم. الصفر في خانة الجزء من عشرة بيغيرش في الرقم. لكن لو حطت الصفر هنا هيغير الرقم. يبقى هو عايزهم لاتنين شكل بعض. اول حقا ببص عليها هنا علامة عشرية ونعلامة عشرية. بعد العلامة سبعة. بعد العلامة سبعة. يبقى الاتنين بيسووا بعض. يبقى السبعة من عشرة هي نفسها السبعين جزء من ايه من بقى. السؤال رقم تلاتة. عندي هنا الخمسة بقت خمستاشر. اضربت في ايه الخمسة وزادت بقت خمستاشر. اضربت في تلاتة. يبقى اضرب فوق في البسط في تلاتة. الاتنين في تلاتة هيديني ستة. يبقى ده الكسر اللي زاد عندي. يبقى ببص على المقام. او على الناتج الموجود. او على الحل اللي هو حله. عندي خمسة اضربت في كان بقت خمستاشر. اضربت في تلاتة. اضرب فوق في تلاتة يديني نفس العد. السؤال اللي بعده صار رقم اربعة. عدد الاجزاء من مئة فئة العدد لم يقول لي عدد الأجزاء من ما هنشيل العلامة بتاعة الجزء من ما طب عدد الأجزاء من عشرة شيل العلامة بتاعة الجزء من عشرة عدد الأجزاء من ألف شيل العلامة بتاعة الجزء من ألف ونكتب الرقم زي ما هو 157 لو أنا هقوله بقى جزء من هحط العلامة لكن هو كتبها لي بالعربي فأنا بشيل العلامة العشرين بسه الرقم 5 هنا عدد صحيح و2 على 7 زي 3 و4 على 7 أنا بجمع الأعداد الصحيحة مع بعضها والكسور مع بعضها الصحيحة مع بعضها والكثور مع بعضها. تعال نجمع. واحد وتلاتة هي 표현تي اربعة المقامات سبعة باخد سبعة واحدة اثنين واربعة هي ديني ستة يبقى اربعة وستة على سبعة يبقى الكسر هلو تبسيط لا ده ده زوجي وده عدد فردي مالوش تبسيط مفيش بينهم مشترك يبقى هسيبه اربعة وستة على سبعة يبقى انا باخد المقامات واحدة ما بجمعش المقام انا بجمع البس بس تعال نشوف سؤال ثلاثة اقرأ ثم اجب فصل به تمانية وعشرين تلميذ وتلميذة الفصل كله في تمانية وعشرين تلميذ وتلميذة فاذا كان ربع عدد التلاميذ بنات الربع عندنا موجود بنات فاوجد عدد البنات في الفصل هعمل ايه انا عندي اول حاجة الكسر اللي موجود معايا اسمه ربع طيب لما سويه واقوله الربع ده بيسوي تمانية وعشرين على ايه ايه على تمانية وعشرين هيدينه الربع اول حاجة هبصه على المقام اللي هو جاهز انا عندي الاربعة تضربت في ايه ادتني تمانية وعشرين الاربعة تضربت في سبعة تديني تمانية وعشرين يبقى انا ضربت في المقام في ايه ضربت في سبعة يبقى اخد البسط واضربه في نفس الرقم اضرب الواحد في سبعة هيديني سبعة يبقى هقول له عدد البنات في الفصل هتساوي سبع بنات نشوف السؤال الاخير عندنا حمام سباحة قعدته على شكل مستطيل يعني هو بيتكلم عن المستطيل بعداه يعني طوله وعرضه بعداه يعني طوله وعرضه اتنين وربع متر وواحد وربع متر احسب محيطه محيط المستطيل لمحيط القعد اللي هو محيط المستطيل او محيط المستطيل بيقول ايه محيط المستطيل عندي زائد دابليو الكل في اتنين محيط المستطيل الطول زائد العرض في اتنين ده القانون بتاع محيط المستطيل الطول زائد العرض في اتنين هاخد عندي الطول اللي هو اتنين وربع زائد العرض اللي هو واحد وربع هجمع الكلام ده كله والنتج اللي يطلع معي هاضربه في ايه في اتنين النتج اللي يطلع معي اضربه في اتنين تعال نجمع الاول واحد واثنين هاجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح واحد واثنين هيديني تلاتة المقامات واحدة باخد اربعة واحدة بس ما بجمعش المقام واحد واحد هيديني اتنين بقى العدد معي تلاتة واثنين على اربعة تلاتة واثنين على اربعة ده قبل للتبسيط اه قبل التبسط ممكن ابسطه وممكن اسيبه زي ما هو هنبسط الكسر هيبقى ثلاثة ونص ليه نص لان الاثنين نص الاربع خلاص يبقى احنا حطناه كمان في ابسط صور اخد الكسر ده كله واضربه في اتنين اللي انا جمعت واضربت في ايه في اتنين طب لو سبته زي ما هو مفيش مشكلة برضه ممكن تسيبه زي ما هو وبعد كده اتبسط في ابسط صورة بعد ما اتخلص تعال نشوف انا عندي هنا هرفع الكسر علشان اضربه هخليه كسر واضربه في ايه في العدد الصحيح الاثنين في تلاتة بستة ومعايا واحد فوق يديني السبعة على الاثنين اخد كل الكسر ده واضربه في اتنين الاثنين دي معناها على واحد ممكن اضرب الاثنين في سبعة باربعتاشر واقسم على الاثنين يعني اقوله الاثنين في سبعة تديني اربعتاشر اربعتاشر على الاثنين هتديني سبعة وممكن اقوله الاثنين دي معناها على واحد وده بسط وده مقام الاتنين يروحوا مع بعض يتبقى لي سبعة بس ولو ضربت وبعد كده بسطت برضو صح يبقى احسب المحيط هقول له محيطها ايه سبع امتار يبقى محيط حمام السباحة سبع امتار يبقى بيجيب محيط المستطيل باجمع واضرب في اتنين وبعد كده ببسط الكسر وارفع الكسر علشان اضرب في اتنين يبقى سهل معاك في الضرب ده كده اختبار الشهر الاولاني ان شاء الله الفيديو القادم هناخد اختبار الشهر رقم اتنين الاختبار التاني على الشهر الاول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته